ما تزال قضية وجود الفساد وبالأخص في قطاع النفط والغاز بحكومة أقليم كردستان تثير العديد من التساؤلات وكشف عضو برلمان كردستان أميت حمى صالح من لجنة النزاهة البرلمانية عن وجود ملفات تضم معلومات عن هدر المال العام بمئات الملايين من الدولارات من قبل وزارة الثروات الطبيعية أو استغلت حسب المصالح الحزبية أو الشخصية أموال تم صرفها لوزارات معينة حسب تقارير حكومية في وقت نفت تلك الوزارة علمها أو استلامها تلك المبالغ التقارير التي وصلتنا من الحكومة تشير إلى صرف مبلغ 50 مليون دولار لوزارة التربية وخاطبنا لمعرفة استلامها المبلغ بدورها نفت علمها كذا الحال مع وزارة التعليم العالي بعد أن أشارت التقارير إلى صرف مبلغ 182 مليون دولار لجامعتين الأمريكيتين في السليمانية ودهوك وهما أهليتان مع تخصيص مليون دولار لمكتب نائب رئيس الحكومة وكل هذا تم بشكل غير قانوني وحسب المصالح الحزبية وكانت حكومة أقليم كردستان أعلنت قبل فترة وتنفيذا منها بمبادئ الشفافية والإفصاح عن عملية إنتاج وتصدير وبيع النفط وعائداته في الأقليم بدأت في الاعتماد على شركات أجنبية متخصصة للتدقيق في عائدات النفط ونشرت تقريرا لها بهذا الصدد عن وارداتها للأشهر الستة الأولى من عام 2017 في وقت تعتقد منظمات المجتمع المدني أن القضاء على الفساد في هذا القطاع بحاجة إلى استحداث مؤسسات خاصة بها على ضوء القوانين الصادرة من برلمان الأقليم من الضروري تأسيس صندوق الواردات النفطية على الرغم من صدور قانون بهذا الصدد من البرلمان ولكن الحكومة لا تنفذه السلطة لم تبنى على أسس صحيحة في مجال تصريف الأموال ووضع السياسات الاقتصادية أو تحديد السياسات الاقتصادية للحكومة هذا ما يراه المراقبون المشكلة في هذا الفساد الكل مشترك فيها من رأس الحكومة على سلطة إلى أصغر موظف مثلا بدرجة مدير والشركات أيضا مرتبطة مع هذا وتتزامن دعوة بعض البرلمانيين لمكافحة الفساد في إقليم كردستان مع تحذيرات أطلقتها أحزاب ومنظمات مجتمع مدني من خطورة الفساد المستشري في المؤسسات الحكومية في الأقليم حميد زيباري الحرة أربيل